بعد انقطاع عن التواصل لأسابيع بين الرئاستين في تونس وتحت مظلة الشكر لرعاية مصالح التونسيين داخل البلاد وخارجها بادر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي للاتصال برئيس الجمهورية قيس سعيد وأخبره عن امتنانه على مجهوده في متابعة قضية المواطن التونسي المحكوم في قطر وعلى خط الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أسابيع دعا الاتحادان العام التونسي للشغل والصناعة والتجارة في بيان مشترك إلى ضرورة الإسراع بإنهاء الأزمة السياسية والدستورية على حد وصفهما كما نبها إلى خطورة عكاس استمرارها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي تعاني أساسا كما حذرها من أن تؤدي إلى نسف التجربة الديمقراطية برمتها في البلاد وأعرب الاتحادان عن قلقهما من خفض التصنيف السيادي لتونس وما يترتب عليه من تداعيات على قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية محملين الأزمة السياسية مسؤولية المساهمة في هذا الخفض اتصال المشيش بالرئيس سعيد الذي يعتبر الشؤون القانونية ميدانه المفضل لمواجهة خصومه قد يفتح فجوة في جدار الأزمة بين رئاستي الحكومة والجمهورية علّهما يقبلان الانضمام إلى المبادرة التي طرحها رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي والتي تهدف لجمع الرئاسات الثلاث وحل المأزق التونسي ترجمة نانسي قنقر